هذا الشبل وهو من فصيلة الفهود المهددة بالانقراض أنقذه مسؤولون من وكالة البيئة في بيرو قبل بيعه في السوق السوداء ووفقاً للتقارير ترك مهربون الشبل في منطقة غابات بالقرب من نهر أكاجالي بعدما علموا أن السلطات قادمة مارسيال بازو مسؤول من وكالة البيئة تم استياض أم الشبل وخطف الصغير أخذوه للبيئ في السوق السوداء ولا يمكن تحديد سعر له لأنه من الأنواع المهددة بالانقراض الشبل الذي يتراوح عمره بين شهرين وثلاثة أشهر سيظل تحت رعاية أطباء بيطريين حتى يصل إلى المرحلة العمرية المناسبة لإطلاقه في البرية وتتميز بيرو بدرجة عالية من التنوع الحيوي إذ تمتد أراضيها بين جبال الأنديز وغابات الأمازون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر